السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو سوف نستعرض التسريبات القادمة في حدث التعاقدات الغامضة اللاعبين القادمين في الأسبوع التاسع من اللاعبين التعاقدات الغامضة كذلك سوف نقوم الآن بتفتيح كل هذه الباكات من أجل تختيم الأسبوع الثامن ثم بعد ذلك سوف نستعرض لكم البطاقات التي سوف تكون معنا في الأسبوع القادم يعني بعد غد يا أصدقاء بالتالي معنا أول باك ولم نحصل فيه على شيء يا جماعة أتمنى في البداية أن تدعمونا بالاشتراك وكذلك اللايك على الفيديو من أجل الاستمرار في وضع المحتوى الخاص بالأفسير موبايل معنا الباكات الموالي سوف نرى ما الذي سوف نحصل عليه من هذا المكان هيا نقوم بتفتيح الباكات الموالي لم نحصل على شيء سوى 30 ألف كوينز يا جماعة ننتقل إلى الباكات الموالي نقوم بتفتيحي يا أصدقاء سوف نحصل هنا يعني لحد السعلم أفر على ولا لاعب من هذا الحدد معنا بطاقة بارك جيسونجو وبطاقة فورلان سوف أقوم بالاختيار بين أحد بطاقتين بطبيعة الحال سوف نختار الأفضل يا جماعة صنع علىها فرط في هذا المكان ولعبين سيئين معه يا جماعة معنا آخر تفتيحها 30 ألف كوينز يا جماعة ولعبين جولد سوف نرى من سوف نحصل عليهم أو برونز نعم لم نحصل علىه ولا شيء من هذه الباكات سوف ندخل أول للبطاقة الخاصة بفورلان كما تلاحظون الإيقاع جيد لكن المراوغة ضعيفة بالنسبة لهذا اللاعب كذلك التمرير والبدني سوف نعمل يعني تطلع على بطاقة بارك جيسونجو يعني أفضل من بطاقة فورلان لا في الإيقاع لا في المراوغة لا في التمرير بالتالي سوف نختار بطاقة بارك جيسونجو لو أننا لا نحتاجها إلا أننا سوف نحتفظ بها إذا كانت هناك مقايضة سوف نقوم بعملها فيها يا شباب كما تلاحظون فتبقى فقط أسبوع واحد يعني سوف نقوم بتفتيح الأسبوع التاسع ثم سوف نحصل على جوائز أسطوري كذلك من هذا المكان أتمنى أن يتشم تحديث هذا المكان ورفع يعني بأوفر واحد يمكننا أن نحصل على لاعب تلاتة وتسعون الآن سوف ننتقل للتسريبات القادمة يا شباب كما تلاحظون فلدينا كل البطاقتين البطاقة الأولى في مركز الالبي معنا كو كوريا لاعب تشيلس يا شباب هذا أبو شعر يا شباب والله يعني سوف يكون بطاقة أسطوري في أرض الميدان يا شباب أما بالنسبة لبطاقة الثانية فهي بطاقة الستي كما تلاحظون أبو شنب أو أبولح يا شباب فكل البطاقة لا أعلم سبب وضعهما في اللعبة يا شباب لا أدأهما يكون جيدا فكلهما بطاقة سيئتين يعني في الحقيقة فلا أعلم يعني سبب وضعهما في حدث التعاقدات الغامضة يا شباب كما تلاحظون هذه بطاقة الأسبوع التسع الآن سوف نتوجه من أجل لعب مباراة على السريع وسوف نرى من سنواجهه في هذه المباراة يا جمعة الآن سوف نقوم بالدخول للعب مباراة الزقاء يا رب أن يكون الخصم قوي لكي نواجه يعني أسطورة من أساطر السيموبايل أتمنى أن لا يكون يعرض الشباب وسوف ألعب معه معنا الخصم نور يعني ب700 يعني تقريبا نفس التصنيف كذلك تشكيلته يعني تقريبا نفس التشكيل الخاص به فنرى المستوى الخاص به في أرض الميدان وسوف نبلع أهدافي جمعة أعتقد أن هذا الخصم لديه فاندرسار نعم كما تلاحظون هذه تشكيلتي بشمايك في حراسة المرمى هذا شمايك الشيء كبير يا عمري مع فاندرسار مطور 10 تدريب سوف ننعرف مستوى فاندرسار سوف نبلع فاندرسار أم الأهدافي يا شباب كما تلاحظون الانتلقاء يعني الكرة معي يا شباب الكرة مع الخصم كما تلاحظون الكرة مع باس باس لبوشكاش بشكاش وببيتيت من سي مر يا جماعة الكرة مع بوشكاش العرضية هم يتعمل يا عميه يا نور الكرة مع الخصم الخصم يضغط عليه في هذا الدقائق يا شباب الكرة مع بالنك ه delivered نكفو عليك يا أكاين وقفنا الباورشوت يا جماعة الكرة مجددا الكرة لازلت مع الخصم عمادة تبحث أيها الخصم هل تبحث عن تسجيل الأهداف علي الكرة راحت من جراب هاي المرتدة يا جماعة كيزا راح راحة أكوشا هذا هدفنا يا جماعة خلونا نبلع فاندرصار شكرا لك يا أكوشا والله يبلعنا أولى الأهداف في آخر الدق من الصوت الأول مرتدة سريع استغلينها أفضل استغلال يا جماعة هذا هو فاندرصار ابلع يا عم الكرة مع فيني فيني يعيدها للدفاع الكرة مقطوعة من بيلنغ هام الكرة مع جابرييل آه يا جابرييل الكرة مع أكوشا مستحيل التمرير من أكوشا ولكن قطع جراد مجددا ترجع هذا هدفنا يا جماعة أكوشا إلى جابرييل مستحيل التمرير من جابرييل آه يا زيدان R2 عالمية هذا تقريبا هو مشكل كل الحراس الكرات العالية أو الكرات R2 من الصعب على أي حارس الحصول عليها لا ياشين ولا أبلع ولا حتى فاندرصار الكرات الأرض التي تكون في الزوية العلية لا يستطيع ولا حارس أضني صدها يبقى هنا التمييز بين ردة فعل الحارس إذا كان أسطوري فهنا بالنسبة لفاندرصار فردة فعل ضعيفة ضعيفة جدا مقارنة بيا شين أو أوبلاك أو حتى شماكري يا شباب كلهما أسطوريين في ردة الفعل يا شباب الكرة مجددة مع كارفايو هيا كارفايو الكرة مع زيدان كيزا 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 وزيدان لماذا توقفت يا زيدان هيا نرغب بالأرض يا زيدان تسجين كادت تسجل يا جماعة كنت نبلع يعني فاندرصار الباوراشت من هذا المكان البعيد الكرة بالركنية وآخر محاولة يا شباب أكوشي عمل الركنية بزيدان وين يا زيدان أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة